أَنْسَلُّ مِنَ عَتْمَةِ الْمَعْنَى أَغْيِبُ سُدَى خَلَعَةٌ عَلَيَّ لَا ظِلَّا وَلَا جَسَدَى أَمْشِ عَلَى الْمَاءِ هَلْ فِي الْمَاءِ مِنْ قَبَسٍ لَمَّا بَدَوْتُ اخْتَفَى لَمَّا اخْتَفَيْتُ بَدَى يَرْتَدُ صَوْتٌ مِنَ النَّارِ الَّتِ اتَّقَدَتْ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله عز وجل قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وصفت الرسالة بالكرم الذي يتمتع به أصحاب السمت العالي رغم أننا لا نعلم تفاصيل الرسالة إلا أنها صرحت بفحواها المهمة فذكرت المرسل إنه من سليمان ولم تقل من الملك سليمان إذن نستشف من ذلك أن الخطاب لم يتضمن لقب الملوكية فنفهم من ذلك أن الخطاب كان أكثر ما يكون دعوة لله أكثر من كونه دعوة لتوسع ملك وزيارة أراضي وتكثير الأعداد في المملكة لا بل الأمر هو أمانة الدعوة أيها الأخوة الكرام أمانة الدعوة وليحذر الذين يعتلون مناصب إدارية أو اجتماعية أو علمية أن تكون الدعوة هدفهم الأكبر سواء من أتباعهم أو مع الآخرين والحمد لله رب العالمين أنا صوتك إذ ناديتني ولها أم كنت من صاحبي والنار محض صدا ترجمة نانسي قنقر